دورة كريبس هي المرحلة التانية من مراحل أجسادة الجلوكوز بعد انشطار الجلوكوز وبتحصل داخل الميتوكندريا بسبب طوافر 5 جزيئات قلنا عليهم موجودين داخل الميتوكندريا وهم الماء والفوسفات وانزيمات التنفس ومرافقات الانزيمات اللي هم ناد موجب واللي بيحصل له اختزال بعد كده ويتحول الى ناد اتش والمرافق التاني وهو الفاد واللي بيحصل له برضو اختزال وبتحول الى فاد اتش اتو واخر حاجة من الخمس حاجات هي السيتو كرومات اللي هم حاملات الالكترونات ودي بتكون مهمة في المرحلة التالتة والاخيرة واللي هي سلسلة ناعد الالكترون اخر حاجة تكلمنا عنها هو ان الجلوكوز بيحصل له انشطار ويتحول الى اتنين حمد بيروفيك زايد اتنين اي تي بي زايد اتنين ناد موجب بيحصل لهم اختزال ويتحول الى اتنين ناد اتش فيبقى كده الطاقة المباشرة اللي حصلنا عليها من انشطار الجلوكوز هي اتنين اي تي بي ناخد بعد كده الاتنين حمد بيروفيك وندخل بيهم الى الميتوكوندريا علشان تبدأ دورة كريبس بس قبل دورة كريبس ما تبدأ بيبقى فيه مرحلة اسمها مرحلة تحضرية المرحلة التحضرية دي اللي بيحصل فيها هو ان كل جوزيء من حمد البيروفيك بيتأكسد علشان يتحول لمجموعة اسيطايل وكلمة اكسدة بيكون لها معنين ياما اكتساب اكسوجين او فقد هيدروجين ما هو بالعربي كده الاكسادة دي يعني زيادة في الشحنة الموجبة يبقى بتحصل ياما باكتساب الاكسوجين اللي بيكون شحنته موجبة او بفقد هيدروجين اللي هو بيكون سالب والاكسدة اللي محتاجينها النهاردة هي بتحصل عن طريق فقد الهيدروجين يعني فاقد إلكترون سالب الأكسجين مش بيكون لي دور معالى غير إنه تسقرة الدخول إلى الميتوكندريا التسقرة اللي بيدخل بيها حمد البيروفيك إلى الميتوكندريا علشان يكمل مراحل التنفس الخلوي الهوائي المهم كده احنا معالى اتنين حمد بيروفيك بيحصل لهم أكسادة وحمد البيروفيك سلاسي الكربون فبيتحولوا إلى اتنين مجموعة أسيطايل والأسيطايل بيكون سناي الكربون يعني كده فقدنا هيدروجين وكربون الهيدروجين اللي فقدناه بيتحد مع الناد موجب وبكده يكون حصل الاختزان فيتحول إلى ناد H والكربون اللي فقدناه بيخرج في صورة ثاني أكسيد الكربون وإحنا كان معالى اتنين حمد بيروفيك سلاسي الكربون اتأكسدوا وتحولوا إلى اتنين مجموعة أسيطايل سناي الكربون وبالتالي بينتج عن الخطوة دي اتنين ساني الكربون زائد اتنين ناد H بعد كده كل مجموعة أسيطايل بتتحد مع مرافق إنزيم اسمه مرافق إنزيم ألف أو كونزايم A فبيتكون جزء أسيطايل مرافق إنزيم ألف دور مرافق الإنزيم ألف هو إنه بياخد مجموعة الأسيطايل وبدخلها دورة كريبس وبيسيبها وبيرجع تاني علشان يجيب غيرها ويقرر عمله بتبدأ دورة كريبس بإن مجموعة الأسيطايل بتتحد مع حمض اسمه حمض الأجزال واساتيك فبيتكون حمض جديد اسمه حمض الستريك مجموعة الأسيطايل بتكون سناي الكربون وحمض الأجزال واساتيك بيكون رباعي الكربون وبالتالي الحمض اللي بتكون الجديد اللي هو حمض الستريك بيكون سداسي الكربون بص كده دورة كريبس دي دورة شرسة اللي بيدخل فيها بياخد على أفاة واللي بياخد على أفاة بيقع منه كربون فحمض الستريك اللي هو سداسي الكربون هياخد على أفاة فيقع منه زرة كربون فيتحول إلى حمض خماسي الكربون واسمه حمض الكيتو جلوتاريك وده حمض زي ما قلنا خماسي الكربون وأثناء الخطوة دي بيتم اختزال جزيء ناد موجب فيتحول إلى ناد H والكربون اللي وقعت دي بتخرج في سوري تساني اكسيد الكربون حمض الكيتو جلوتاريك ومس الكربون برضه هو كمان بياخد على أفاة فيقع منه زرة كربون ويتحول إلى حمض رباع الكربون اسمه حمض الساكسينيك وبرضه الخطوة دي بيتم فيها اختزال جزيء ناد موجب فيتحول إلى ناد H والكربون اللي وقعت بتخرج في سوري تساني اكسيد الكربون حمض الساكسينيك بيكون جبان وبيخاف وبيقول مش عايز أخد على أفاة فيفضل زي ما هو رباع الكربون ويتحول إلى حمض برضه رباع الكربون اسمه حمض المليك وفي الخطوة دي بيخرج جزيء ATP وده جزيء ATP الوحيد اللي بيخرج أثناء دورة كريبس بيتكون الATP من ADP زائد مجموعة فوسفات والكلام ده المفروض ان احنا فعمناه كويس لما شرحنا مقدمة التنفس الخلوي في خطوة تحول حمض الساكسينيك رباع الكربون إلى حمض المليك رباع الكربون بيتم اختزال جزيء FAD إلى FAD H2 بعد كده حمض المليك برضه بيخاف وبيقول مش عايز أخد على أفاية فيتحول إلى حمض اللي وزاله وسيتك وحمض المليك بيكون رباع الكربون وبرضه حمض اللي وزاله وسيتك بيكون رباعي الكربون وفي الخطوة دي بيتم اختزال جزيء NAD موجب إلى جزيء NAD H حمض اللي وزاله وسيتك بيتحد مع مجموعة الأسيتائل التانية ويقرر نفس الدورة للمجموعة التانية واللي فيها ان حمض السيتريك بيمر بثلاث مركبات وسطية بتبدأ بحمض الكيتو جلوتاريك وبعد كده حمض الساكسينيك وبعد كده حمض المليك علشان تنتهي التفاعلات بحمض السيتريك مرة تانية يعني احنا بدأنا بحمض السيتريك وانتهينا بحمض السيتريك علشان كده ممكن نسمي دورة كريبس برضه بدورة حمض السيتريك وبكده بتتقرر دورة كريبس مرتين مرة لكل جزء من مجموعة الأسيتائل يعني كده دورة كريبس بتتقرر مرتين لجزء واحد من الجولوكوس وبتكون عدد الجزيئات المتحررة أثناء دورة كريبس الوحدة اتنين جزء سانيوكسيد الكربون وتلات جزيئات ناد اتش وجزء فاد اتش تو وجزء اي تي بي وفي الدورتين بنضرب الأرقام دي في اتنين وجزيئات سانيوكسيد الكربون اللي بتنتج من دورة كريبس بتبدأ ان هي تدخل الدورة الدموية فبتتحد مع هيموجلوبين الدم وبيحصل تبادل الغازات في الرئتين علشان تخرج مع هواء الزفير فيبقى كده أهمية دورة كريبس هو أجسادة زرات الكربون خلال مجنوعة من التفاعلات عن طريق إزالة إلكترونات الإلكترونات دي بتستقبلها جزيئات الفاد والناد ملجب وبتنقلها إلى السيتوكرومات علشان تحرر الطاقة منها علشان تكون جزيئات اي تي بي وبكده بتنتج دورة كريبس وبتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من أجسادة الجولكوز وهي سلسلة نقل الإلكترونات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر